كشفت مصادر خاصة لقناة الحياة أن النخب الوطني الجمال بالماضي قرر مغادرة الجزائر اليوم دون الرد على رئيس الفاف وليد صادي هذا وكان الجمال بالماضي قد اجتمع الأسبوع الماضي مع رئيس الفاف وطلب مهل للرد على عرض وليد صادي إلا أنه قرر رحيل اليوم دون أخذ أي قرار والأمور بقيت على حالها كما أكدت ذات المصادر أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم سيصدر بيانا مساء اليوم لكشف خلفية القضية والمفاوضات مع نخب الوطني السابق